وقالت مسلحة الإيصاء الوطني الصينية أن الأداء الاقتصادي للبلاد في مايو كان مستقرا ومارنا وأشرت إلى أن الناتج الصناعي نمى بنحو 9% بالمقننة في الفترة نفسها من العام الماضي كما شهدت الصناعة التكنولوجيا الفائقة في الصين نموا أسرع في شهر الماضي ونمى مؤشر لاستنتاج الخدمات بنسبة 12.5% على أساس سنوي وعلنت المسلحة أيضا عن تحصن مستقر ومستمر في بعثات السوق في مايو بفضل سيارة في مباعات التجزية عبر الإنترنت